أهلا وسهلا بكم، متى يجب أن نقول أن الحمل تأخر؟ وأن الزوجين يجب عليهم أن يذهبوا لرؤية الطبيب وطلب المساعدة الطبية؟ أنا الدكتور أحمد كمال، استشاري معامل أطفال الأنبي في إنجلترا وأكلمكم في هذه السلسلة عن كيفية الحمل الطبيعي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله هذه رسالة لكل زوجة قلقة تريد الإنجاب وأنا أقول للزوجات لأنني أعرف أن أكثر اللي هيلاقوا على هذا الموضوع هم السيدات والزوجات، ليس الأزواج خصوصا في أول الزواج لكي أرسال لك أنت سيدة الفاضلة لا تذهبي ولا تلجأي إلى الطبيب لموضوع الإنجاب قبل مرور عام من الزواج والعلاقة الزوجية المنتظمة والجماعة المنتظمة وإذا كان سنك صغير يا سيدة الكل ودورتك غير منتظمة أنصحك بالانتظار أكتر شوية، لو تقدر تنتظري كمان سبت شهر أو سنة كمان يبقى أفضل أني زي دايما ما بقول يا أخوانا سكة العلاج وطلب المساعدة الطبية واللجوء الأطباء سكة طريق ذات اتجاه واحد ما فيوش رجعة سكة وان وي زي ما بيقوله هتبتدي مشوار طويل ملوش أول من آخر فحوصات أدوية منشطات زي ما قلت طريق له بداية وليس له نهاية طيب عدى السنة عدى العام وعايزين تبتدوا تروحوا للدكتورة اللي يروح للدكتور يا أخوانا زي ما بقول مئة مرة قبل كده الرجل هو اللي يذهب إلى الطبيب أولا وليست السيدة الراجل هيروح يعمل تحليل واحد فقط هو تحليل السائل المنوي مش ياخدنه عشر دقايق لأنه ممكن تكون المشكلة عنده ممكن يبقى هو اللي عنده مشكلة وليست زوجته يبقى وفرنا عليك يا سيدة سيدة لكل فلوس كتير بدل ما تبتدي هي مشوار فحوصات زي ما قلت لو أول ومالوش آخر في حين ان انت هيتزمك فقط تعمل تحليل واحد فقط هو تحليل السائل المنوي طيب عملت تحليل السائل المنوي وطلع سليم تبدأ الزوجة في مشوار الفحوصات وياريت لو تسمعوا كلامي ونبدأ هيدير الفحوصات بالشكل والترتيب اللي أنا هقوله ده أول حاجة عايزك تعملي يا سيدة الفاضلة هو اختبار فحص دم عادي كشف عن الهيموجلوبين في الدم نشوف اذا كان عندك أناميا ولا لأ الأناميا هي عدو الحمل واذا حملتي ممكن تسبب لقدر ألا إجهاض مبكر مهم جدا نعالج الأناميا مهم جدا نكتكلي كويس وميبقاش عندك أناميا عشان تقدر تحملي بعد كده هنبتدي نعمل الفحوصات الأساسية من اليوم الثاني من الدورة الهيرمونات الأساسية في اليوم الثاني من الدورة الافاس اتش الال اتش البرولاكتين والاسترديول ويقرر تاني تعملوا كل الهيرمونات دي нач ihreamaniyات يجيلي فحصات عملين هيرمون واحد أو عملاين هيرمونين FH والH ومشوفوش هيرمون الحليب هيرمون البرولاكتين هو هيرمون الحليب أنا أقول Robot trying in there أنا بقول الكلام دا ليه لأن كثيرا جدا ما بشوف إن هيرمون البرولاكتين بيبقى عالي ويبقى حاجة بسيطة جدا مجرد علاجها وضبط هيرمون البرولكتين يترجع الدورة تنتظم ترجع تاني التبويض يحصل بانتظام ويحصل الحمل على طول ارتفاع هيرمون الحليب يا أخوانا يمنع التبويض ممكن صحيح ما يمنعش انتظام الدورة ولكنه بالتأكيد هيمنع التبويض وبالتالي هيمنع الحمل مش هيأخره بس ده هيمنعه مجرد ضبط هيرمون البرولكتين ممكن يزبط التبويض وتحمل الست بسهولة جدا الموضوع بسيط جدا بس يتغافل عنه كثير من الطباء عشان ما طلبش التحاليل المزبوطة بالشكل المزبوط طيب هيرموناتك دي كويسة نعمل هيرمون الغدة الدرقية تاني من الهيرمونات اللي ممكن تلخبط الدور وممكن تمنع التبويض وعلاجه كذلك سهل جدا الحاجة اللي بعد كده هو فحص معدل بيتامين دال اللي مهم جدا للرجال وللسيدات الحقيقة في موضوع الخصوبة وفي موضوع الحمل كل الحاجات دي طلعت كويسة حاجة اللي بعد كده عايزك تعملي حاجة اسمها مراقبة التبويض توحل طبيبك تقول له من فضلك أنا عايز أرائب الدورة الطبيعية بتاعتي أشوف هيرموناتك في الأول شكلها إيه تعملي موجات فوصوتية أشوف حجم البوايدة بتكبر ولا لأ بيصل حجمها الكام بتخرج ولا لأ بيحصل إبادة ولا لأ طبيعيا وممكن في الدورة دي تعمله ما يسمى بتوقيت الجماعة بتشوفي موضوع التبويض حصل ولا لأ في يوم إيه ويبقى فيه توقيت للجماعة حوالين هذه الفترة دي بنسميها مراقبة التبويض بتدينا فكرة عامة عن دورتك شكلها عاملة إيه هيرموناتك في هذه الدورة عاملة إيه بنقيس فيها كده الهيرمونات على كده مرحلة في أول الدورة وفي منتصف الدورة وممكن على قرب آخر الدورة نشوف فيها هيرموناتك شكلها عاملة إزاي بعد كل الحاجات دي لو طلعت كلها سليمة ممكن تبتدي بقى تعمل الفحوصات الأكثر تعقيدا زي منظار الرحم الأشعة بالصفغة والحاجات الثانية الكتير اللي كنت تكلمت عليها قبل كده ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم من ذريات صالحة واشوفكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته